ويرجعنا تاني ونص الكون ورمينا الزبالة وحلنا المشاكل ورجعنا تاني نعادينا زي الناس العقلين كده علشان نشوف الراجل يساعد أهل بيته زوجته ولا لأ الست تطلب من جوزها ده زي نعمل ايه في الموضوع ده لأنه ممتشر جدا في بيوتنا شايفين يا جماعة كيف صار عائل ما تكتلوا السكينة اي ست زوجة ما بده يساعدها بالبيت على طول طلع السكينة بقى ايه ملكيش دعوة اعمل لي من انت عن ذلك حدش يسمع الكلام ده ما حنكوش دعوة بيها الستات خليكوا عقلين كده وايه يا ربنا انينا كده كويسين طب احمد انت كرجل شرقي هل ينفع انك انت تساعد مراتك في البيت ولا حاسس ان الحاجة دي ممكن تناقص من رجلتك مين الايدول بتاعنا النموذج اللي احنا المفروض كارجال شرقيين يعني سواء كنا المسلمين او المسيحيين اي ان كان يعني انا كرجل مسلم الايدول بتاعي الحبيب صلى الله عليه وسلم هو كان بيعمل ايه مع اهل بيته اوكي وكان عنده بقى الرسالة وعنده الحروب وعنده الفتوحات وعنده كل الكلام ده وكل الضغوط كمان كان في مهنة اهل بيته بساعد اهل بيته في كل حاجة كمان معنى كده ان انا كرجل شرقي لو انا عايز اطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم المفروض ان انا اساعد اهل بيتي باللي اقدر عليه اوكي اكون حريص ان انا اخفف عنهم اكون حريص ان انا مجهدهمش زيادة عن اللزوم اوكي ان انا سواء كان بقى بنتي او مراتي او امي اي ان كان يعني اكون معها في اللي اقدر عني مش عايب ولا غلط ده العيب هو العكس بالضبط كده العيب ان انت كراجل تقعد كده مريح وهتولي كذا وهتولي كذا عايز السيد بقى عايش بقى دوس السيد انا صراحة بحب قوي بالراجل اللي يساعد مراته في البيت مش بس يساعدها يعني حتى بالكلمة الحلوة لو انت مش عايز تساعد او حاسس ان الحاجة دي ممكن تنقص من رجلتك الكلمة الحلوة صدقة انك انت تقولها تسلم ايدك ويا حبيبتي ويا عمري وانت امر وانت مش عارفة وايه الاكل الحلو ده ده في حد زد ويرفع من معنوياتها واصلا هي مش هتخليك تعمل حاجة وقتها لانه هي تبقى عايزة تسمع الكلام ده مش كان في رجالة كمان بيوصل بيهم الحال وانتو سمعيني كويس وعارفين نفسوكم يا رجالة انه مستخسر اكي هتتعود اصلا انا لو قلت لها كلام حلو هتتعود على كده وانا مش عايز اعودها على كده ايه المشكلة؟ ده ضعف انت هكده رجل ضعيف انا عايز الراجل ببساطة جدا يا جماعة انت مدام عندك ربنا ما تديك شوية طاقة من وقت حاجات بسيطة قوي تساعد بها يعني بيعملوا غدا مثلا يعمل الصلاة يا سيدي يعمل الستات بتحب غسل العكس حلو كتير الستات بتحب قوي اللي يغسل لها اللي بقى بتاعتها يا سلام ايوه ايوه فعلا عزيمة جدا ايه ايه المشكلة بقى بتكون مليانة هيك وحدا هيك يجي يريحني الله 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 الشوي رحبه انا بس ارتاحت نفسينا عالسيرة بس رحبه انا يا الله يا الله يا الله ايوه فديل حاجات حاجات بسيطة ممكن كمان زي ما انا ريمة قالت كده يا جماعة كلمة حلوة متباش قاعد هي حطها اكل وتعبنة فيه والزبط وعملة اصناف واشكال والوان اللي هي تقدر عليها عملته وانت تقود تقولها بس ده ناقص. مالح. وده مش عارف ايه ده. يعني فرشة المعلم بقى احنا بلو في مصر فرشة المعلم اللي هو جاي هندس الليلة. لا انت حبيبي زي الشطر كده الاكلة ده خمس دموة سبعة دموة عشر دموة تسلم يدك كلمة حلوة. حتى اذا ما منيح يعني حتى اذا ناقص شي مش مشكل. بتقل لك كلمة حلوة بكرة مش مشكل. خلينا اقول ملاحظة بسيطة. او ملاحظة بسيطة. او ملاحظة بسيطة بعدين. بعدين في ملاحظة كده. وانت عادي هادي كده واي عادي هادي ومبسطين. قل لها كان الاكل كده يا سهلا بقى لو عملتي كده. طب اوليك حلوة جدا من. اوكي. خدوا دي بقى رجالة كده. اتعلموا بقى. اه خدوا سر حلو كده. عايز تقول لمراتك على ملاحظات في اكلها. قل لها بطريقة تانية. قل لها ايه مثلا. اخر مرة عملتي صنية الماكرونا بالبشاميل. تجن. احلى. احلى من بتاعة المرادي. يعني ايه اللي قبلها احلى من بتاعة المرادي. فهتقعد تفكر بقى هو. ايه اللي اختلاف. ايه اللي حصل. ايه اللي اختلاف. البهم ان هي هتطلع عصانية المرة اللي جاية. بطريقة دبلوماسية. طرق لطيفة كده. هي هتفكر لوحدها. الاسوأ بقى عارفة ايه? لما يقارن اكلها. باكل ممطو. باكل ممطو او او اكلها ايه. حتى لو اكلها. يا سيدي انا عارف ان اكل ممطق احسن. واطعم وكل حاجة. بس الاسوأة دي اكتهدت. تعبت. حاول تعبت. مع الوقت. هتبقى زي اكل ممطق. وممكن احسن كمان. فالموضوع محتاج شوية وقت. بس كل ده يبقى حلو قوي لو هو بيساعدها. لو هو في الوقت اللي قادر انه يساعد يساعد. والوقت اللي مش قادر انه يساعد يقول كلمة حلوة. كلمة يهون عليها. هتفرق كتير جدا. يعني انه كتير حلو انه يتشاركوا بكل شيء. يعني انه اذا انت ما بدك مثلا تساعد بالبيت فيك تدرس لوليد مثلا. فيك مثلا توديهم وتجيبهم من المدرسة. فيك مثلا اي شيء بيخص بيخص اي شيء لمبة بدأت تصلح. يعني اي شيء مثلا محتاجوا البيت. ممكن تعملوا. بدل مثلا مع تجلي او تغسل او تطبخ او ممكن تمشوا للغسيل. انا اعرف واحد يعني يا رب يكون بيسمعني وعارف انه زيه كتير. لو اللمبة عايزة تتغير. ممكن تقعد شهرين مثلا. معقولة? اه مارد. لا تكون انت يا حمد. لا مش انا مش انا مش انا مش انا. انا كويس انا كويس. بعد شهرين وبيغير اللمبة دي. تمام. بيقعد سنة يعيرها بقى. غيرت اللمبة. انا غيرت لكم اللمبة. انا انا قطع نفسي يعني. اعمل ايه? وبعدين المساعدة في البيت دي بتاعمل الروح حلوة. بالزبط مشاركة. بالزبط كده. حتة المشاركة ان انا احس. يا ريت يا جماعة كل رجال متل احمد البدوي هيك يساعده نسوينهم بالبيت وهيك. انه الرجل الشرقي بصيف عاما بيرفض فكرة انه يساعد مرته بالبيت لانه بيبقى عامل سي السيد. بس في رجال كتير بيبقى كتير بيحب المشاركة وكتير بيحب انه يساعد مرته بالبيت. كتير بيحب يطبخ يعني عادي. انا كتير بحب انه جاوز يساعدني بالمطبخ مثلا. اطبخ انا وياه سوا. اه منعمل كل شي سوا. انه ممكن يكون عم نطبخ ومنلعب. يعني الموضوع مش 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 صعب يا جماعة والله. الموضوع بده بده هيك اه معاملة حلوة وكلمة حلوة وروح حلوة. كل شي بيمرق. وده كمان خلي بالك بيعمل حاجة حلوة. اولادنا. بيشوف ابوه وامه. بيتشاركوا. انا اول واحد كاب. باجني الثمار دي. ان ابني او بنتي بيبقى عنده روح للمشاركة والمساعدة. وانه يقدر يدي ما عنده عارفة اللي هو ايه? ثقافة العطاء. ما يبقاش ابني او بنتي طالعين انانيين. بالعكس. عايزين عندهم طاقة عطاء. يقدروا يده لاخواتهم ولي انا كابوهم والامهم. هيبقى في حالة من البيت لو احنا قادرين نتشارك مع بعض. لو الراجل قادر يساعد. ولو بالكلمة. ولو بالحاجات البسيطة. انا مش بقول لك اعمل الحاجات الكبيرة في البيت. لكن اعمل الحاجات الصغيرة اللي تفرحها. وخصوصا كمان كما تكون امراتك بتشتغل. دي قصة تانية بقى. يعني الست اللي بتشتغل. قال حاجة خلص هترجع الساعة اثنين. ان ما كانش اربعة او خمس. اكيد. فما بالك بقى حد راجع ساعة اثنين او الساعة اربعة مش مش متفرغة. لا وغير كده يا احمد. يعني الست يعني احيانا في وقت معاين بتكون نفسيتها مش زابطة. بتكون محتاجة يعني طبطبة. كلمة حلوة مثلا. احيانا بتكون مش قادرة اصلا تقوم تعمل الاكل. يعني. صحيح. بتكون اصلا يعني هيرموناتها متلخبطة. بتكون تعبانة نفسيتها. بتكون فيه اشي كتير. يعني يمكن انتوا كرجال ما بتفهموها. صراحة. لا والله يبص يا وليك حاجة. اللي بيحب هيحس. لان فيه حاجات زي ما انت وقلت كده. فيه اوقات الست بتبقى مش في المود. مضبوط. انا يعني بتخيل كده. لو انا دلوقتي زوجتك جاي بتقولك انا مش قادرة اعمل اكل انا. او انت شايف ان هي مجهدة مش قادرة تعمل اكل. مضبوط. يا سيدي ما تعملش انت اكل. قلها ولا حاجة. ناكل اي حاجة. يعني انا حتى لو مش عدي المقدرة المادية. اني اجيب اكل من بره. اناكل اي حاجة. اوسط حاجة. جبنة مش عارف. اي حاجة بسيطة جدا. انما ان انا قومي اعمليلي. على فكرة بزعل قوي من اي راجل يروح مخصوص كده يصحي مراته. ولا قومي اعمليلي كذا. انا انا كاحمد مش بحب بيضة. بحس ان فيها لوت زيادة وبعدين ما فيش ستها تنام وهي مجهدة وتعبانة. اوكي. الا زي كانت فعلا جايب اخرها. اوكي. هلأ بدنا نطلع فاصل يا احمد لانه الشباب مثل العادة عم يعطوني اشارة كرميل نطلع فاصل. راح نرجع لكم تاني ومكملين بموضوع حلقتنا اللي كتير 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 مهضون. ما تغيروا القناة وما تروحوا لبعدين. راجعين.